تعرفنا في المحاضرة الثابقة على مفهوم الإدراك وكذلك تعرفنا على العوامل المؤثرة على الإدراك اليوم نتحدث عن أثر الإدراك على سلوك الأفراد وكذلك أثره على اتجاهاتهم ونقول أن الإدراك يؤثر تأثير كبير على سلوك العاملين وعلى اتجاهاتهم إذا كان يعتقد أحد الموظفين أن جوة العمل أو بيئة العمل أو ظروف العمل غير مريحة فبالتالي هم سوف يتصرفون بناء على هذا الإدراك أو هذا الاعتقاد وبالتالي الإدراك يحدد السلوك بغض النظر عن هل هذا السلوك هو الواقع أو هو خلاف الواقع كذلك نجد أن إدراك الفرد يؤثر على إنتاجيته أكثر من الظروف الحقيقية نفسها إذا كان بيئة العمل بيئة مناسبة بيئة جيدة المناخ التنظيم مناسب ويرى الفرد أن هذا المناخ غير مناسب بالتالي هذا سوف تؤثر على إنتاجيته والعكس إذا كان المناخ طيب والفرد يرى أن المناخ طيب فهذا يؤثر إجابا على إنتاجيته كذلك يؤثر الإدراك على مسألة القياب وترك العمل باعتبارها جوانب سلبية وهذه الجوانب هي تعتبر الدفع لإدراك الفرد لأن الفرد عندها يكون غير مقتنع بظروف العمل يشعر بعدم أهميته في العمل يشعر بعدم تلقيه لفرص للترقي وبالتالي يشعر بعدم المساواب الآخرين أو يشعر بأنه مظلوم وبالتالي هذه تؤثر أو تخلق مشاكل تدفع هذا الموظف إلى أن يقيب عن العمل أو يترك العمل بصورة نهائية فبالتالي نقول أن الإدراك يؤثر في هذا الجانب تأثير سلبي إذا كان إدراك الشخص للأشياء من حوله إدراكا سلبيا وكذلك يؤثر الإدراك على الرضا الوظيفي لأن التصور الذي يحمله الموظف عن العايد من الوظيفة له علاقة بالإدراك فإذا ظن أن العايد من الوظيفة كبير فبالتالي سوف يؤدي وطالما أنه راض عن العايد عن هذا العمل وبالتالي سوف تزيد إنتاجيتي لذلك نقول إذا كان هناك رغبة في تحسين الرضا بين العاملين فلا بد من تحسين الإدراك عن الوظيفة وعوائدها كذا بذا نكون قد انتهينا من الإدراك وألتقيكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة عن موضوع في نفس الوحدة وهو يتحدث عن التعلم إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته